السلام عليكم أبطالي طلاب الصف الثاني علماء العلوم اليوم بإذن الله سنكمل دارس حالات المادة وتحولاتها نعم المراجعة الصغيرة يا أبطالي عن حالات المادة أخذنا في الدرس السابق عن خصائص المادة قلنا أن لها خصائص تختلف بين بعضها وهي أن كتلتها وحجمها ولونها وشكلها كل مادة تختلف عن الأخرى وأيضا حالات المادة منها حالة صلبة وحالة سائلة وحالة غازية أمثلة على الحالة الصلبة هي الدمية هل الدمية إذا نقلناها من مكان إلى آخر يتغير شكلها؟ لا يتغير شكلها أبدا لها شكل محدد لا يتغير إذا نقلناها من مكان إلى آخر وأيضا الحجارة هل يتغير شكلها إذا نقلناها من مكان إلى آخر لا يا ثاني لا يتغير أما المادة السائلة يا ثاني مادة السائلة ما لها شكل محدد ليس لها شكل محدد وتأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه مثل العصير الذي أمامنا شكله مختلف من الكاسة يعني بين الكاسة والإبريق شكله يختلف وآخر حالة من حالات المادة وهي المادة الغازية مادة الغازية أيضا ليس لها شكل محدد مثل المادة السائلة والغازية ليس لها شكل محدد والمادة الغازية تنتشر يا ثاني في المكان الذي توجد فيه فنحن نتنفس الحواء المكون من عدة غازات ونمنع البالونات بالغازات أيضا اليوم بإذن الله يا ثاني سنبدأ في تحولات المادة بالتسخين أخذنا عن خصائص المادة وحالات المادة الآن سنأخذ عن تحولات المادة نشوف تحولات المادة يا ثاني ماذا يقصدون في تحولات المادة علماء العلوم أبطالي طلاب الصف الثاني يركز بين حالات المادة وخصائصها وتحولاتها في فرق قلنا خصائص المادة تختلف من حيث الحجم والكتلة واللون والشكل حالاتها صلبة سائلة غازية والآن تحولاتها أول تحول يسببه التسخين أول تحول يسببه التسخين إذن نشوف يا أبطالي صفحة 55 تحولات المادة بالتسخين نقبل على تناول المسلجات في فصل الصيف نحن الآن يا أبطالي اقتربنا من فصل الصيف في فصل الصيف متعودين يا ثاني نروح نوكل المسلجات طيب ثاني المسلجات نلاقيها في السوبر ماركت على الطاولة أو بالثلاجة أو بالفريزر الخاص بالسوبر ماركت بالفريزر أو بالثلاجة أو بالحافظة المجمدة اللي موجودة في هاي السوبر ماركت ليش يا ثاني موجودة البوزة أو المسلجات في ثلاجات خاصة لإلها وهي ثلاجات مجمدة لكي تبقى صلبة لكي تبقى صلبة الآن يا ثاني لو أخرجنا حبة المسلجات إلى خارج الفريزر ماذا يحصل لها؟ ستذوب وأيضا في اللغة العربية هناك جملة اسمها ستنصهر ستنصهر تنصهر ما معنى تنصهر يا ثاني الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بماذا؟ بالتسخين هي حبة المسلجات بتكون في الفريزر في الطقس حواليها أو جو حواليها جو بارد لما نخرجها في الصيف الصيف اللي رح يكون الجو كثير حامي فإذا ساخن فهي انتقلت من حالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين الجو ساخن إحنا طلعناها من جو بارد لجو ساخن فأكيد رح تنصهر ما معنى الانصهار يا ثاني؟ هي عملية تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة يا أبطال منلاحظ أمامنا مثلجات منصهرة بسبب التسخين تنصهر المثلجات فتصبح حالتها حالة سائلة تكون حالتها صلبة تنصهر تصبح حالتها سائلة تجد مياه الأمطار بعد سقوطها على الشارع بعد ساعات ويعود ذلك إلى التبخر ما هي عملية التبخر يا ثاني؟ عملية التبخر يا ثاني هو عملية تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية إذن هناك أنواع من التحول إما من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة أو من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عن طريق ماذا يا ثاني؟ عن طريق التسخيل عن طريق التسخيل إما تنصهر أو تتبخر إما انصهار وهي تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة أو التبخر وتتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية كيف يا ثاني؟ الآن يا ثاني لو نحط إبريق ماء على الغاز ونتركه بنلاحظ أنه في بخار بيطلع منه هذا البخار نتيجة التسخين تتحول المادة أو يتحول الماء من حالته السائلة إلى حالة غازية يصبح بخار وينتقل إلى حالة غازية بماذا؟ بأي طريقة يا ثاني؟ بالتبريد أو بالتسخين ماذا استخدمنا؟ طريقة التبريد أو التسخين لتحويل المياه من حالة سائلة إلى حالة غازية عن طريق ماذا يا ثاني؟ عن طريق التسخين تحول المادة عن طريق التسخين تجف مياه الأمطار إذن بعد سقوطها على الشارع بعدة ساعات يعني الآن يا ثاني لو إجينا على الشارع كان في تساقط للأمطار بعد بساعة انتهت الأمطار ظهرت الشمس من جديد تبدأت عملية التبخر بعد بفترة زمنية قليلة أو بساعات قليلة ستجف الشوارع تماما وكأنها لم تبلل في مياه الأمطار ستجف تماما لأن مياه الأمطار أصبحت بخار أصبحت بخار وتحولت من الحالة السائلة إلى حالة غازية أتحقق أتوقع ماذا سيحدث لماء وضعته صيفا في صينية وتركته في حديقة المنزل أسبوعا قلنا مياه الأمطار تجف عن الشارع بعد ساعات فما بالك لو تركنا مياه موجودة صيفا يا ثاني صيفا تكون الحرارة مرتفعة جدا وأسبوعا تركناه أسبوعا في حديقة المنزل أكيد ستجف تماما هذه المياه هكي أبطال بنكون انتهينا من تحولات المادة أول تحول حكينا عنه بالتسخيل قلنا عن الانصهار وهو تحول المادة من الصلبة إلى السائلة وقلنا عن التبخر وهو تحول المادة من الحالة الغازية أو عفا من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية يا ثاني إن شاء الله المرة القادمة رح ناخد تحولات المادة بالتبريد ونحل الأسئلة ثاني الأبطال بدي منكم تجارب حلوة هذا الدرس كثير في تجارب حلوة بدي منكم تجربة حلوة عن تحول المادة بالتسخيل إما بانصهار أو بتبخر ومش غلط لو عملنا فيديو قصير عن تحولات المادة بالتبريد بالتبريد نقرأ الدارس نشوف كيف بالتبريد إما تجمد كيف بحول المادة للتجمد أو تكاثف نعمل وسائل حلوة ونعمل فيديوهات حلوة بانتظاركم يا علماء العلوم يعطيكم ألف عافية وشكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر